مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبنينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصعرنا كلها حمية سرونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية السعودية 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 وتسحب على زعيق ناس وتدور على عنبوبة فاضية وتسأل صحابك وتسأل جيرانك الحل بيبقى صعب وأحيانا الناس بتتوتر بيحصل مشاكل كتير جدا بسبب من موضوع ده بس قبل ما نجيب الحل وقبل ما نقول جايبين ايه النهاردة أرحب بأستاذ خميس الباشا مدير عام الشركة السعودية أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ محمد وأهلا بكل عزائنا المشاهدين حلقة فعلا جديدة منتج النهاردة جماعة منتج مميز جدا 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 أكتر واحد عارف منتجنا النهاردة وحاسس بيه قوي هو محمد موسى علشان كده هو النهاردة نجم الحلقة دي طبعا انا مش عارفه لأيه ويعني هي هشبه تدبيسة شوية لأن استاذ خميس هو الوحيد الملم بالحلقة دي معا أفكار كتير جدا للمنتج اللي معنا دوت هو كنا محترين نسمي ايه بس سميته في الآخر البتجاز المحمول نعم فعلا زي ما أنا قلت في أول الحلقة فعلا انت ممكن تناس كتير جدا بتواجه المشاكل دي صحيح منهم تلاقي الأنبابة فاضية تلاقي مش عارف سخن أكل مش عارف تعمل حاجة تشربها حل بسيط وحل سريع وممكن تاخده معاك في كل مكان ده صحيح وانت سميته البتجاز المحمول اتفضل تكلم عنه بقى شوية طهيب عرضنا النهاردة عرض البتجاز المحمول للشركة السوادية بتقدمه لكم النهاردة بتجاز كهربائي البتجاز ده جماعة اتنين عين الاتنين عين دولت بيشتغلوا بالكهرباء القوة العين الواحدة ألف وط يعني احنا عندنا عين ألف وط وعين تانية كمان ألف وط نقدر بمنتهى سهولة نستخدمه استخدامات كتيرة جدا عندنا في البيت خلينا اقوله على حاجة قبل كل الكلام ده لازم نبقى فاهمين أول حاجة هتضبضر لزهننا ايه هي الكهرباء ان المنتج ده بيسحب كهرباء ولا ما بسحبش كهرباء انا اقول منتجنا مزود بترمستاد الترمستاد دي عاملة زي اللي موجود في التكيف اللي هو بيفصل يعني التكيف دي وصل القوضة لدرجة حرارة معينة كتير دوقاتي قبل ما قطعك هيقول سمع صوت تكتاك التكتاكة دي بتاعت غليان المياه على ولانت مصمم تطلع الحلقة وانت بتغير حاجة قدام الناس شايفين كده احنا بنعمل يا جماعة المنتج نفسه قدام مننا هو نقدر نحطه بمنتهى السهولة يقدر يكتسب السخونة اللي احنا عايزينها نقدر كمان نعمل حاجة لطيفة او نوقف ده من هنا كده كنت بتكلم حضراتكم عن الترموستات الترموستات بيوصل لدرجة حرارة معينة بعد كده يفصل مجرد ما يفصل هو ما بيسحبش كهرباء لانه وصل خلاص لدرجة حرارة عارفين عاملين زي ايه زي ما كون شيل تلفشة بالزبط الترموستات بتعمل كده فمسألة صحب الكهرباء مسألة امينة جدا المنتج هاي كانوا بيعتبر محتفظ بالحرارة لدرجة لحد ما بتدي يبرد وبعدين يعيد اعادة تشغيل تاني اوتوماتي بالزبط انت عشان توصل للناس فكرة توفير القهرب مزبوط حاجة الاقتصادية مزبوط طيب عايزين باس نشرح الموضوع حاجة حاجة احنا احنا بنصور عملنا شبه بالبلدي كده يا جماعة طبخنا عليه اكل وده صعب كتير من الناس لما تيجي تدي له هيتر سخن بالكهراء بيقولك لا ده بنسخن عليه شوقت مية بنعمل عليه قهوة بنعمل عليه اكل اما اكتير يا جماعة ما حدش ببقى مصدق ان ده يتعمل عليه اكل كامل البوتجاز المحمول مفاجئته النهاردة الاصلية في السعر خلينا بس عشان نبقى اي عملي لا واستخدامه يعني انت فرد مدين حاجة في خيصة وما بعملش بقى حاجة لا الاستخدام دي حاجة قاسية بس انا معتمد على علاقة العميل بالشركة السعودية لما احنا قلنا عفوا نعم عفوا انت بتشتري من السعودية المرة دي عفوا انت بتحمر مع السعودية اه انت بتحمر لا وفي حاجة تمانية حاجة لا عارف لو احنا مثلا خارجين او رايحين مثلا رحلة او ما شبه ذلك ومعانا ده تخيل ان احنا جبنا معانا عيش يا جماعة وحبينا نسخنه تخيل الفرق بين اللي عيش هو متسخن والعيش هو مش متسخن ده ده بيبقى فرق والله فرق الفضيئة اطوا لو عنا اللي عيش طالعين بيه من الرحلة من الصبح لا انت تقدر تسخن عليه العيش بس في مشكلة تانية لو انت معك عيش اصلا حلو معكش اكل فالانا عايز اقوله لكل عملائنا انك تقدر بمنتهى سهولة تسخن الاكل تقدر تسخن العيش تقدر اقولك بقى الحاجة الناس بتحبها قوي في الجان قهوة جميل وخصوصا يا جماعة كل الناس اللي بتحب القهوة لهم بقى يعني بحب عمل قوتهم باديهم بيبقى محتاجة درجة حرارة معينة النار بتبوز الدنيا بسرعة اما الهيتر بيبقى عايز اقولها الحاجة بخصوص درجة الحرارة منتجنا النهاردة يا جماعة خمس درجات حرارة تتحكم في درجة الحرارة في خمس مستويات لو انت بتأمر عايش فعايزو على هادي لو انت بتعمل اي حاجة انت بتعملها على البتجاز المحمول بتاعنا تقدر تعملها منتهى سهولة مشاكل الانبيب انتهت اللي بيفتح التلفزيون دلوقتي او استاذ محمد بيقول الزحمة والانبيب انا بقول لابد ان يكون عندنا البتجاز المحمول موجود عندنا في البيت احتياطي لو انت عزمة ناس وعندك ضيوف وهب على اخر اللحظة وانت بتحضر الاكل الانبوبة خلصت الانبوبة خلصت ممكن كمان حظ يبقى التانية فاضية وده بيحصل صدقني عايزة اقول لك الحاجة لا غنى عنه في اي بيت السعر يا استاذ محمد هو عادة كان موجود فيه انت قلتني متقولش قبل كده اماكن ولا اه عايزين نقوله السعر انا طيب هو موجود في بعض الاماكن بمتين خمسة وعشرين جنيه ده سعر متعارف عليه جدا الاتنين عين الخمس مستويات وفيه نقطة كمان مهمة جدا انا بقول عليها انه معه ضمان لمدة سنة مئة تسعة وصين مئة كم؟ مئة تسعة وستين يعني مئة وسبعين لا مئة تسعة وستين اه WE nursing مية تسعة وستين جنيه هو سعر منتجنا نحن مئة تسعة وستين جنيه وسبقل testimony قلي بالك من كوة الهيتر بدارك من ما فيه مستاعته الحرارة. خلي بالك من حاجة مهمة جدا هي الورقة دي يا استاذ محمد. ايه ده ضمان? ده شهد الضمان. شهدت الضمان. ده الاصل يا جماعة مش مضروب. الحاجات دي في منها كتير جدا مضروب. تفاجأ. تفرج على منتج ايه مسلا بمئة وسبعين. بمئة وتمين. بمئتين. وفاجأ شبهوا بالزبط. اه. بستين جنيه. منتجنا. منتجنا استاذ محمد مع اضمان لمدة سنة كاملة كل عملاء الشركة السعودية اللي اللي حبوا الشركة السعودية وتعاملوا معها ووسقوا فيها دايما بيسألونا على الهدايا. هل عندنا هدية يا استاذ محمد? كل الناس دلوقتي يا جماعة اللي تبعت حلقتنا وسمعتها وشافتها. اكيد في حاجة تانية. احنا لو تعاودين ان السعر بناخده مع عشرة حاجات. ايه الموضوع? الموضوع ان الشركة السعودية بتقدم لكل عملاءها. كل اللي ياخد البتجاز المحمول من الشركة السعودية بسعر 169 جنيه. هياخد معاه براد البيريكس ده هدية مجانية. يعني اعمل شايك وانت شايفه. صحيح. براد براد البيريكس الازاز بيستخدم على النار زي ما حضركم شايفين قدامكم هدية مجانية. ازا اللي بيخش الحلقة بنقول له هتاخد البتجاز المحمول بالضمان. متجازك ببرادك بشايك بموضوع جامع جدا. 169 جنيه. كلمونا حاليا على 33 85 85 عشان كل اللي بيفكر عايز متجاز الطوارئ بالبراد وتشوف شايك وانت بتعمله قدام عينيك. 169 جنيه. او زورونا في معرض الشركة السعودية في شرع الهرم. مزبوط. الحاجات دي حلوة. ايه الموضوع? دي لوحات دي اسمع ايه? دي دي لوحات كشمير. اه احد منتجات الشركة السعودية. شغل سوري وشغل تركي وهندي. ده موضوع. اه تشكيلة كبيرة جدا من فوق. ده مفرش صفرة. عندنا تشكيلة كبيرة جدا من مفارش الصفرة. تشكيلة كبيرة جدا. دي انا لقيت كمان مفرش سرير ممكن تجيب له السطارة بتاعت اللي بتكفوه السرير. مفرش السرير والسطارة من ضمن المنتجات اللي العروسة بتاخدهم من عندنا من هنا. كمان لما يجي نقول ايه? طيب انا عايزة جاهز بانت اجيب كل حاجة المفروشات هتلاقيها هنا. الملاءات الفوط البرانس. لأ وبعدين خلالك الناس كتير جدا بتعوش يجيبها منين. اه. وبينتحك عليهم وتقولك مفرش عجبني بس اللي وليس طارة. ده صحيح. الناس بقت صعبان علي. يعني اللي بيجي يعني يتفرج على الملاءة ومؤخده تلات اربعة لحفر. اللي بيجي حتى دلوقتي اللي بيجي. على فكرة. على فكرة. على فكرة. عايزة اقول لك على حاجة هم بيقولوا كده انك اكتر من عميلي قابلني يا جماعة بيقول احنا كنا جايين مش عاملين حسابنا. انا بقول لكم من دلوقتي اعملوا حسابكم لان فيه حاجات كتيرة جدا. اسعارها مميزة جدا. هتعجبكم. كمان عايزة اقول لها الحاجة استاذ محمد. لو احنا مسافرين النهاردة. وعايزين ناخد البتاجاز ده معانا. بص يا جماعة. ده حجم البتاجاز المحمول بتاعنا. دي كرتونتو. بمنته السهولة تقدر انك تحققته في شنطة العربية. كاي حاجة من المنتجات اللي انت هتاخدها معاك. كلام كتير يا جماعة عن منتجنا المفروض نتكلمه. بس لأسف في وقت حلقتنا ببقى صغير. بنقول لحضراتكم قدامكم تلت حلول عشان توصلوني. اما تكلمونا على ركمنا اللي هو تلتة وتلاتين. خمسة وتمانين. خمسة وتمانين. خمسة وتمانين. او تزورونا على موقع الشركة السعودية اللي في ركم التلفون. او تشرفونا في معرض الشركة السعودية في اتنين وتلاتين. شارع. الهرب. احنا جماعة من فترة كنا خارج القاهرة كده في مكان ما ببسط جدا. لقيت الناس بتسنع عن حاجتنا سناء كويس جدا. حمال الله. ده صحيح. كمان من الناس طلبونا ان احنا نفتح عندهم في المحافظات. ونهاردة عادنا اتكلمنا شوان وسخميس ان ان شاء الله احتمال فكرة ان احنا نبقى في محافظات برا القاهرة. ده صحيح. ان شاء الله حاجة وردة يعني. ده صحيح. غير الحاجتنا اللي هي المفاجأة اللي انت مش عايز تقولها بتاعت القاهرة دي. لأ. لسه شكرا لثقاتكم في منتجاتنا. شكرا لثقاتكم في اسعارنا. شكرا لزيارتكم لينا معرضنا. سعداء جدا 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 بانضمامكم لفريق السعودية. عايز اقول ان المنتج بتاع النهاردة سعره فعلا جيد جدا. 169 جنيه حاجة هيلة. ومع البراد البيريكس دي. كده بقى اعتقد ما بقاش في حاجة تانية. عشان يبقى عندنا البتجاز الطوارئ او البتجاز المحمول موجود في بيتنا دايما. كان معكم محمد موسى والسلام عليكم ورحمة الله بركاته. مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا اهل الهرب وبدينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصارنا كلها حمية سرونا بس يا فندية وحترجعوا احلى اهدية من السعودية 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 السعودية